بسم الله الرحمن الرحيم مرحب بكم في مقرر تنظيم حاسبات اتنين نحن الآن في الباب الثاني Pipeline and Victor Processing وننتقل فيه إلى الدرس التالي Chapter 2 Lecture 4 Arithmetic Pipeline Example نعزز الشرح الذي ذكرناه في الدرس السابق عن الاريثماتيك بايبلاين ان كومبيوتر بأخذ هذا المثال هذا المثال باختصار فيه عمليات مركبة يراد تنفيذها على بيانات مختلفة وفكرة الاريثماتيك بايبلاين هو تفكيك العملية المركبة إلى عمليات جزئية أصقر يمكن أن تجرى بالتوازي في نفس الزمن وذلك تسريعا لتنفيذ العملية طيب ما هي العملية المركبة في هذا المثال؟ هذه هي العملية المركبة نريد في هذا المثال أن نجري عملية AI ضرب BI على CI للبيانات من I equal 1 حتى I equal 4 كيف نقسم هذه العملية المركبة إلى عمليات جزئية أصغر؟ بهذه الطريقة هذه العملية الجزئية الأولى وفيها فقط نضخل AI و BI إلى السجلات R1 و R2 إذن العملية هنا هي input AI and PI الجزئية الثانية من هذه العملية هي ضرب ما أدخلناه سابقا في R1 و R2 ووضع الناتج ناتج الضرب في R3 وإدخال في نفس اللحظة إدخال CI إلى R4 إذن هنا ننفذ شيئين multiply ما أدخل سابقا و input CI إلى R4 وفي الجزئية الثالثة نقوم بقسمة عملية الضرب على ما أدخل أخيرا محتوى R3 على R4 ماذا يوجد في R3؟ ضرب R1 و R2 ونضع الناتج القسمة في R5 إذن هنا عندنا divide product by CI نقسم حاصل الضرب على المدخل CI كيف يتم رسم شكل البايفلاين الذي ينفذ هذه العمليات؟ هذا يتم في رسم البايفلاين configuration هذا هو البايفلاين configuration لهذا المثال ودائما في البايفلاين configuration نلاحظ أشياء أساسية نلاحظ المراحل التي يمر بها البايفلاين configuration البايفلاين configuration دائما يؤخذ من أعلى إلى أسفل هذا هو اتجاه تنفيذ العمليات أيضا نلاحظ وجود عناصر رئيسية في البايفلاين configuration ما هي هذه العناصر؟ أولا البيانات التي يراد العمل عليها البيانات بالنسبة لنا في هذا المثال هي هذه AIPI P-I و C-I هذه بيانات أيضا نجد سجلات والسجلات هي التي نستخدمها لتخزين البيانات أو لتخزين النواتج المرحلية للعمليات والنواتج النهائية للعمليات السجلات في هذا الرصف هي R1 و R2 R3 و R4 و R5 هذه جميعها سجلات أيضا نجد عمليات عمليات العمليات هي التي يراد تنفيذها على البيانات في هذا الرصف هناك عملية ضر وهناك عملية قسمة إذن العمليات في هذا الـ configuration هي Multiplier و Divider تسلسل البيبلاين configuration يعطينا مراحل ما هي المراحل في هذا الرصف؟ هذه هي المرحلة الأولى Stage 1 وفيه لا نفعل شيء غير إدخال AI في R1 و BI في R2 وهي نفس الجزئية التي شرحناها في الشريحة السابقة عندما قلنا هي جزئية إدخال المرحلة الثانية هي هذه Stage 2 ماذا يتم فيها؟ يتم فيها شيئين؟ الشيء الأول هو ضرب ما أدخل سابقا في R1 و R2 ووضع الناتج في R3 وإدخال CI في R4 هاتينا العمليتين تتمان في هذه المرحلة Stage 2 وماذا لدينا في الـ Stage الأخير؟ Stage 3 في Stage 3 هذا هو الـ Product R1 ضرب R2 نقسم على المدخل في R4 لنتحصل على الـ Result هنا نتحصل على الـ Result النتيجة النهائية باكتمال العمليات الجزئية الثلاثة في هذه المراحلة في هذه المراحلة الثلاثة نتحصل على الـ Result النهائي إذن الـ Pipeline Configuration لا بد أن يكون فيه بيانات ولا بد أن يكون فيه سجلات ولا بد أن يكون فيه عمليات ولا بد أن تكون هناك مراحل واضحة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ العمليات الجزئية طيب كيف نعرف محتويات السجلات في الـ Pipeline Configuration طبعا هناك segments أو مراحل أو stages هذه هي وهناك سجلات داخل في هذه السجلات هذه هي وهناك number of clock cycles مطلوبة لإكمال تنفيذ العمليات number of clock cycles دائما نحسبها بهذا القانون قلنا أن segments يرمز لها بالرمز K وقلنا أن الـ Data Sets أو الـ Task المطلوب تنفيذها يرمز لها بالرمز N القانون يقول K plus N minus 1 دائما يعطي number of clock cycles في هذا المثال كان عندنا ثلاثة سجمال وكان عندنا أربعة tasks أو أربعة Data Sets إذن نجمع ثلاثة زايد أربعة بسبعة ونطرح منها واحد الناتج هو ستة لذلك احتجنا إلى cycle numbers من واحد إلى ستة كما موضح في هذا العمود الأول طيب ماذا يوجد داخل كل سجل في كل مرحلة عند كل كل cycle هذا هو ما نسميه بالcontent of registers طيب في الزيقمنت رقم واحد وهذا هو عندنا سجلين R1 وR2 عند الكل cycle الأولى يكون موجود في السجل رقم واحد A1 وفي السجل رقم اثنين B1 بإدخال هذين المدخلين في هذين السجلين انتهت طاسك الأول في السجمنت رقم واحد إذن الاثنين هدول يسمون طاسك 1 أو T1 وعند الكل cycle الأول كما نرى ليس لدينا عمليات ننفذها في المراحل اثنين وثلاثة وبالتالي ليس لنا محتويات في السجلات R3 وR4 وR5 إذا ذهبنا إلى الكل cycle الثاني نجد أن الطاسك الثاني بدأ في هذا السجمنت الأول طاسك طاسك هو طاسك إدخال أدخلنا A1 وB1 في الكل cycle الأول بالنسبة لسجمنت 1 الآن أدخلنا A2 وB2 في R1 وR2 في هذا السجمنت فالسجمنت الأول أدخلنا فيها الآن A2 وB2 وبدأ السجمنت الثاني في الجزئية التي تخصه وهي مكونة من جزئين كما قلنا هي ضرب ما أدخل سابقا A1 وB1 ووضع الناتج في S3 إذن هذا هو محتوى S3 A1 ضرب B1 وفي نفس اللحظة يدخل C1 إلى R4 وأيضا ليس هناك محتويات في R5 لأن سجمنت ليس لديه جزئية يقوم بتنفيذها في هذه الكولوك سايكل وهكذا إذا ذهبنا إلى كولوك سايكل رغم 3 نجد في R1 وR2 المدخلات A3 وB3 ونجد في R3 ضرب المدخل السابق وهو A2 في B2 ويدخل في نفس اللحظة C2 إلى R4 وهنا توفرت للسيجمن 3 بيانات يستطيع أن يعمل عليها فيدخل فيدخل أجد سابقا لنتحصل بذلك على أول result result 1 وما هي A1 ضرب B1 قسمة C1 وذلك لتوفر جميع البيانات المطلوبة لهذه المرحلة عند كولوكساك الرغم 4 تكتمل المدخلات A4 وB4 في R1 وR2 ونتحصل على A3 ضرب B3 كمحتوى للرجسر الرغم 3 وندخل C3 في الرجسر الرغم 4 ثم نكمل الرزلت الثانية بالمدخلات السابقة في السيجمنت التالي فنقول أننا تحصلنا على الرزلت رغم 2 وهو A2 ضرب B2 مقسوم على C2 عندما نسهب إلى الكولوكساك الرغم 5 نجد أن السيجمنت الأول أكمل إدخال جميع البيانات لذا ليس هناك شيء نفعله في هذا السيجمنت وبالتالي ليس هناك محتويات جديدة في R1 و R2 ولكن نا في سيجمنت 2 نتحصل على حاصل الضرب الأخير وهو A4 ضرب B4 وندخل المدخل الأخير C4 إلى السيجر الرغم 4 وفي سيجمنت 3 نتحصل على الرزولت رغم 3 رزولت 3 وهي A3 ضرب B3 على C3 وعند الكولوكس سايكل الأخير وهو السادس قلنا أننا نحتاج إلى 6 كولوكس سايكل حسب ما حسب حسبناه من هذه المعادلة K بلس N مينوس 1 في هذا الكولوكس سايكل أكيد أن سيجمن 1 ليس هناك شيء يعمله وكذلك سيجمن 2 أكمل العمليات الخاصة به وهي عمليات الضرب والإدخال ولكن سيجمنت 3 نتحصل فيه على النتيجة الأخيرة وهي result 4 وهي A4 ضرب B4 على C4 إذن عزيزي الطالب إذا سئلت في أي لحظة وعند أي مرحلة من المراحل ولأي سجل من مكونات البايبلاين كونفيجوريشن عن محتوى ذلك السجل تستطيع أن تعرف إذا تابعت التسلسل الطاسك لكل مرحلة من المراحل هذا المفهوم أيضا يمكن أن يعبر عنه بشكل آخر هو رصف الزمن والمكان Space Time Diagram رصف الزمان والمكان وفكرة قريبة من الفكرة التي شرحناها قبل قليل وهي هناك صف لل clock cycles هذا هو 6 clock cycles في هذا المثال وهناك segments هذه هي ثلاثة segments أعطيناها لون موحد وهناك طاسك يجب أن تجرأ نعرف أن الطاسك بالنسبة لسيغمت ون هي إدخال بيانات الطاسك هي في هذا السيغمت سيغمت ون هنا كانت الطاسك إدخال إدخال آي وبي وبالنسبة للسيغمت الثاني الذي هو في الصف هذا الصف كانت الطاسك هي ملتبلاي وإدخال في نفس الله ملتبلاي ل R1 و R2 وإمبت لإدخال C آي في R4 إذا كنا نذكر ما ذكرناه قبل قليل وبالنسبة للسيغمت الثالث العملية كانت ديبايد برودكت بالمدخل R4 ما موجود في R4 طيب ماذا نقصد بالسبيس تايم ديجرام نقصد به ما هي الطاسك التي تجري في السيغمت المحدد عند الكولوكسايكل المحدد ومرة أخرى عند الكولوكسايكل 1 هذا هو عمود الكولوكسايكل 1 ليس هناك ما يقوم به سيغمت 2 ولا سيغمت 3 ولكن سيغمت 1 يبدأ في الطاسك الأولى وهي إدخال A1 وB1 عند السايكل التانية تبدأ سيغمت 1 في الطاسك التانية وهي إدخال A2 وB2 ثم تبدأ سيغمت 2 في أول طاسك لها الطاسك واحد بالنسبة لسيغمت 2 هو ضرب ما أدخل في R1 وR2 وإدخال السي إلى R4 وليس هناك شيء يعمل عند سايكل 2 في سيغمت 3 وإذا إذا إنتقلنا إلى سايكل 3 سيغمت 1 تكون مشغولة بإدخال A3 وB3 وسيغمت 2 مشغولة بضرب A2 وB2 وبيدخال C2 وتبدأ سيغمت 3 في قسمة المضروب على المدخل في R4 هنا بالنسبة لسيغمت 3 تبدأ أول تاسك وهي قسمة ناتج الضرب على المدخل في R4 وهكذا في الكلوك سايكل الرابع تكتمل المدخلات بالنسبة لسيغمت 1 وذلك بإدخال A4 وB4 إلى R1 وR2 وفي هذه السايكلز نتحصل على الضرب A3 ملتبلاي باي B3 وندخل C3 إلى R4 وبالنسبة لسيغمت 3 في هذه الكلوك سايكلز نتحصل على R1 ضرب R2 مقسوم على R4 أو R3 على R4 وهي بهذه اللحظة نتحصل على A2 ضرب B2 مقسوم على C2 عند الكلوك سايكل رغم 5 اكتملت العمليات لسيغمت 1 وبالتالي ليس هناك طاسك ويكمل سيغمت 2 آخر طاسك بالنسبة له وهو ضرب A4 بB4 وإدخال C4 إلى R4 وفي سيغمت 3 نتحصل على A3 ضرب B3 مقسوم على C3 وفي الكلوك سايكل الأخير لهذا المثال ليس هناك ما يتم تنفيذه في سيغمت 1 وليس هناك ما يتم تنفيذه في سيغمت 2 وفقط بقي تنفيذ آخر نتيجة في سيغمت 3 وهي هنا A4 ضرب B4 مقسوم على C4 وبذلك تكتمل جميع النتائج رمزنا للطاسك بكابتل T و كما قلنا السيغمت يرمز لها إما بS أو بK والطاسك بT كابتل والكولوك سايكل بCC كولوك سايكل وهذا الرسم هو يعطينا رسم الزمان والمكان للعرسمة بايبلاين وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر